اشتركوا في القناة حول تأشير المملكة المغربية للطائرات العسكرية الفرنسية من اجل تنفيذ تهديداتها الموجهة الى المجلس العسكرية في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكرية في حال عدم اطلاق صراحة الرئيس المحتجز محمد بازوما ورفضت المصادر الحكومية المغربية ذاتها انسياق الاعلام الوطنية والدولية وراء الاخبار وما وصفته بالاشاعات الكيدية التي يراد منها ترويج اخبار معاكسة لتوجهات المملكة ومصالحها وكذا تشويش على علاقتها مع البلدان الشقيقة على غيرار جمهورية النيجر التي تعد نموذجا للشاركة الاستراتيجية بين بلدين افريقيين واوضحت المصادر ذاتها التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ان المغرب لم يتوصل بطلب فرنسية للسماح للطائرات العسكرية بالمرور باجواء المملكة للهجوم على النيجر موردة كل الاخبار الرائجة بهذا الخصوص هي مجرد اشعات كيدية لا اساس لها من الصحة وبعيدة عن واقع انخراط المغرب الافريقية في استثباب الامن والاستقرار السياسي وشددت المصادر ذاتها على ان العقيدة دبلوماسية للمغرب واضحة دائما ولطالما تبنت اسس مبدأ احترام السيادة الرابية للدولة والتوجهات السياسية للسلطة الشرعية ورغبة الشعوبة فضلا عن عدم تدخل في شؤون الداخلية للدول وسيادتها وكذا رفضت تدخلات الاجنبية وبالتالي لا يسع المملكة لانقلاب على نهج هذا التوجه والتاريخ الدبلوماسي المتجدر الذي سرت عليه منذ عقوده كما انها ترفض على العموم ان تكون جزءا من المشكلة او تقحم نفسها في النزاعة الاقليمية وكانت عدد من المنابر الاعلامية الوطنية والدولية قد تنسلت خبر سماح المغرب لفرنسا بعبور اجوائها من اجل تنفيذ تهديداته الى المجلس العسكرية في النيجرة والمتعلقة بتدخل عسكرية في حال عدم اطلاق صراح الرئيس المعزول محمد بازوما ولم يكن مصدر هذه الاخبار الصوى الصحافة الجزائرية على غرار صحيفة الشروق والاذاع الجزائرية الرسمية المقربة من النظام الجزائري والتي استندت على مصادر وصفتها بالرسمية لتقول ان المغرب يسمح بمرور الطائرات العسكرية الفرنسية بعدما رفضت الجزائر ذات الطلبات نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء